بس عايز أوليك يعني الواحد كل ما بيكبر بيحاول إيداري سنه بقى ما يقولش إنه هو مثلا سنه كذا وبيخبي والحاجات دي إزاي بقى قبل ما دخلت اختبار بتاع الإزاع قلتونوا عندي 17 سنة وانت يعني كان عندي 15 أصلا إيه اللي خليك تعملي كده لاو زكية قوي أنا كنت بقول الكلام ده لناس يعرفوني كواس جدا مربيني يعني اللجنة كان فيها اثنين أو ثلاثة من الأسات زن كبار قوي يعني عارفيني من وانا بيبي يعني عارفيني انت عارفيني 15 عارفيني طبعا ودخلها عايزة لو هي بيت يا كداب كان فيه أستاذ محمود عيفت عزف النائل عظيم طبعا كان في اللجنة أستاذ أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية برضو دم ربيني واعدوها ولا ايه أعدوها طبعا بس أم عارفيني بكذب يعني وبعدين قالوا لي مش هنعتمدك على طول هنديكي حاجة اسمها تعطى فرصة كتبوا كده في تقرير اللجنة ندوكي فرصة يعني وطعطى فرصة يعني تأخد فرصة الفرصة دي أن أنا أدخل أسجل حاجة في استوديوهات الإزاعة يعني لسجلة أغنية وكانت أغنية الأم اللي هي كانت أول حاجة لي POL, أول أغنية لي تسجلت وابتدت تتزاعة على الراديو قالت اختبار إزاعة واختبار تلفزيون اختبارت بيها في الإزاعة وفي التلفزيون وسجلوها لي على الفرقة الماسيقة وقتها يعني حاجة عزيمة جدا وبعدين طلعت بيها أول حفلة وكان فيه عدة ساعتها بقى بيدعمك جداً والدي طبعاً لا غير والديك طبعاً أنا عرفت أصول مين أستاذ علي عيسى أستاذ علي عيسى بالزبط طبعاً الله يرحمه الله يرحمه ده راجل عظيم مع راش طبعاً الشباب هنا ممكن يكونوا مش عارفين مين علي عيسى يعني علي عيسى كان من أسد ذات اللغة العربية طبعاً قل ولا تاقل قل ولا تاقل ده برنامج كان عظيم جداً مهم يعني علمنا كتير قوي تخطيط في الإزاعة فهو الحقيقة داني بقى الدعم اللي هو أنا مدينة لغاية دلوقتي اللي داه لأنه حفلة الإزاعة دي كانت حاجة عظيمة قوي يعني أنك تقف على مسرح والحفلة تتزاعة على الراديو على الهوى وفي التلفزيون المصري والناس تشوفك لقد كانت حفلات عظيمة حفلات عظيمة حفلة أدواء المدينة وهو كان هو أستاذ علي كان رجع أدواء المدينة كانت وقفت خالص وهو رجعها وابتدت تبقى حفلات دورية يعني فيه كل شهر كده حفلة أدواء مدينة هو اللي قال أنت تطلعي في الحفلة هو رئيس شبكة التخطيط فهو اللي بيحط الناس في الحفلات هو اللي بيختار يعني هو طبعا هو كان مقتنع بي